سودان لم تنجح كل الجهود الرامية لإنهاء الحرب لكن إبداء الطرفي الصراع استعدادهما للتفاوض قد يكون بارقة أمل لإنهاء المعاناة المستمر رابد أكثر من 17 شهرا فما التفاصيل؟ في آخر تصريحاتهما قال رئيس المجلس السيادي السودان عبد الفتح البرهان وقائد قوات دعم السري محمد حمدان دقلو إنهما منفتحان أمام الجهود الرامية لإنهاء الصراع بينهما استجابة لدعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكن الطرفين تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن عدم إنهاء الصراع الذي راح ضحيته أكثر من 12 ألف شخص منذ أبريل 2023 واتهم كل منهما الآخر بارتكاب انتهاكات ولم يحدد خطوات معينة لتوصل إلى حل سلمي تصريحات البرهان ودقلو تأتي بعدما دعا رئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا طرفين نزاع في السودان إلى سحب قواتهما وتسيل وصول المساعدات الإنسانية وإعادة الانخراط في مفاوضات لإنهاء الحرب في المشهد السوداني مجموعة من المبادرات الداعية إلى وقف إطلاق النار والانخراط في المفاوضات تمهيدا للوصول إلى حل سياسي نتعرف إليها منذ بدء الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع العام الفائت برزت العديد من الدعوات والمبادرات الداعية إلى وقف القتال أبرز تلك المبادرات الوساطة السعودية الأمريكية التي عرفت فيما بعد باتفاق جدة حيث دعت إلى أهمية وقف إطلاق النار بشكل كامل وإدخال المساعدات إلى المناطق المتضررة إضافة إلى التزام الطرفين المتحاربين بحماية المدنيين كشرط أساسي والالتزام بسيادة السوداني ووحدة أراضيه كما برز إلى الواجهة مؤخرا اتفاق أطلق عليه اتفاق المنامة وقد وقعه نائب القائد العام للجيش شمس الدين الكباشي والقائد الثاني لقوات دعم السريع عبد الرحيم دقلو نص الاتفاق الذي تضمن 22 بندا على تكوين جيش وطني مع الدعم السريع والقبض على المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وتفكيك أركان النظام السابق ونص الاتفاق على ضرورة رفع المعاناة عن كاهل الشعب والوصول لحلول للأزمة تنهي الحرب عبر حوار سوداني سودانية برزت كذلك على خارطة المبادرات الدعية إلى إنهاء الحرب في السودان مبادرة مشتركة بين رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك وتجمع المهنيين السودانيين حيث طرحت جملة من البند أبرزها وقف الأعمال القتالية بشكل كامل وتشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تستمر عشر سنوات كما تقترح اتفاقا لوقف إطلاق النار لمدة ستين يوما بين الجيش والدعم السريع لإفساح المجال لإدخال المساعدات إلى المناطق المتضررة ظهرت كذلك مبادرة أخرى لوقف الصراع في السودان وهي مبادرة أيقاد وتلخصت في تمديد الهدنة وصولا إلى إيقاف القتال وإفاد ممثلين لطرفي الصراع إلى جوبا عاصمة جنوب السودان للتفاوض حول تفاصيل المبادرة بدوره أعلن الاتحاد الإفريقي بعد شهرين من اندلاع القتال عن خريطة طريق لحل الصراع بالسودان تضمنت وقفا فوريا ودائما للأعمال العدائية وحماية المدنيين واستكمال العملية السياسية الانتقالية بالإضافة إلى تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية من الرياض عبر الأقمار الصناعية ينضم إلينا سيد فتح رحمان يوسف الكاتب السياسي السوداني في صحيفة شرق الأوسط أهلا ومرحبا بك معنا في دائرة شرق سيد فتح عبد الرحمن فتح رحمان يوسف هل تقرأ توجهات إيجابية جادة من الطرفين لإنهاء الحرب هذه المرة أم أنها كما سابقاتها تعبير عن الانفتاح على الجهود الرامية لإنهاء هذه الحرب ولكن في المقابل على الأرض حجد عسكري ومعارك متواصلة تحياته لك والتحياته للمشاهدين العزاء على امتداد البس طبعا الإشكالية في العزمة السودانية أن المجتمع الدولي الذي تسيس من قبل الدولة العظمى أفريكا وعوانها من الحلفاء القربيين بريطانيا وفرنسا ولعبة الشطرنج التي تقاسمها مع الدولة العربية تدعم الحرب هي التي أفضت إلى مبادرات مشلولة أصلا هذه المبادرات لن تنجح أبدا ولن توقف الحرب ولن تنتهي بإستغرار السودان مسألة الحرب دائما عندما يتناولها بعض الذين يتحدثون على العزمة السودانية يتحدثون عن طرفين وهذا خلل واضح ومقصود طبعا لأن هناك ليس هناك طرفين هناك جيش سوداني هناك حكومة حرب الآن الحكومة الحالية التي يقودها رئيس مجلس السيادة بحكم التستور هو الآن منطبه حماية البلاد والعباد أما الذين يصمونه أو يزعمون أنه طرف ثاني هم فئة متمردة وماليشيا تستعد مرتزقة وتدعم من الخارج وبالتالي من الواجب ربما أن يكون في صلب أي جهود رامية لوقف اطلاق النار الحديث معه كطرف الحديث معه نعم كان هناك إعلان جدة الذي كان يمكن أن يفضي إلى حلول إذا تم الالتزام به من قبل قوات الدعم السريع في 11 مايو 2023 هذا كان كفيل بإنهاء هذه العزمة إذا التزمت قوات الدعم السريع بتنفيذ ما يليها في شروط هذا الإعلان ولكنها تراوق وتراوق لأنها مدعومة وتجدت تغطية سياسية من بعض الدول الغربية ودولة عربية أيضا تصعب هذا المسار ولذلك هي حتى تطلق مبادرة وينادى إلى هذا المفاوضات وحوار تكون أسرع ما يكون بالموافقة لأنها هي أصلا تعمل عكس ذلك هي تحاول أن تضلل الرئي العام وتحاول أن تماهي الدورة المزدوج للإدارة الأمريكية للأسف الشديد وحول فائها من فرقانيا وفرنسا ودولة عرب بعد قادك الآن بعد فشل كل المبادرات وتحديدا منبر جدة الذي علقت عليه أملا كثيرا نعم إذا تم تنفيذ إذا هناك تم تفعيل أو على الأقل نقول تصميم آلية فاعلة لتنفيذ إعلان جدا يكفي هذا لأن يستطيع يتم إجلاء هذه القوات المرتزعة والمتعومة من الخارج من بيوت الناس ومن المواقع التي تحتلها هي الآن تحتل مواقع للمدنيين وتنهب وتقتل المدنيين لكن آلية قابلة للتنفيذ غير آلية ملزمة الجيش تهم قوات الدعم السريع بعدم التزام بمخرجات منبر جدة ما الذي سيلزم أي طرف من الطرفين بأي اتفاق يعني هناك هناك الأمم المتحدة وهناك مجلس الأمن ومجلس الخبراء وهناك أمريكا وهناك حلفاء غربيين وهناك دولة هذه كلهم إذا كانوا كلهم قام بما عليه إذا كان جدا في حل هذه الأزمة ستنتهي هذه الأزمة أولا الدولة العربية المعروفة بالدعم أن توقف وتحاسب وتعاقب كذلك الدول التي تتعابل بإزدواجية أن تتخلى عن هذه الإزدواجية وتدعم هذه الحكومة وليست هناك طرفين جنرالين وهكذا هذه المصطلحات التي هي الآن تستهلك والآن هي يعني لكن هذه أهداف كبيرة سيد فتح رحمن هل تعتقد أنها قابلة للتنفيذ ومن أين يجب أن يبدأ الحل أعتقد الحل يبدأ من أولا أن يكون هناك هذه العلية أولا أن يجلى قوات الدعم السريع من بيوت الناس والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المدنية إلى منطقة يعني يقتفق عليها ومن سأل ما يمكن أن يكون هناك حوار على إنهاء بمهمة هذه القوات وتحاسب أيضا لأنه حساب بعدالة وليست بانتقام إنما هي ارتكبت جرائم معروفة جرائم حربة هناك محكمة جنائية وهناك توثيق لهذه الانتهاكات إذا كان المجتمع الدولي جاد وإذا كان أمريكا جادة وحلفها جادين هناك مخرج وهناك منفذ واضح جدا لإنهاء هذه العزمة بالتأكيد يعني لسه هناك يعني لا يحتاجون إلى عصا صحرية للقيام بذلك نعم شكرا جزيلا لك سيد فتح رحمان يوسف الكاتب السياسي السوداني في صحيفة الشرق الأوسط شكرا لوقتك ولوجودك معنا